بانتظار الرد الاسرائيلي المحتمل على الهجوم الايراني على اراضيها بداية شهر اكتوبر تشرين الاول الجاري تستمر الهجمات الاسرائيلية على لبنان دون ان تنسى اسرائيل ايضا حصة قطاع غزة من الصواريخ الجوية والمدفعية لحصد المزيد من الضحايا الفلسطينيين الخسائر التي مني بها الفلسطينيون وان كانت اكثر من حيث الكم من خسائر حزب الله الا ان خسائر الاخير كانت موجعة من حيث النوعية اذ لم يكد يمر يوم واحد دون ان تعلن اسرائيل عن قتل قيادي كبير في الحزب وذلك منذ ثامن من شهر تشرين الاول حيث دخل حزب الله على خط المواجهة مع اسرائيل ضمن ما اسماه بجبهة اسناد غزة حزب الله واسرائيل اداروا صولات وجولات من القصف والرد على القصف لكن كانت كلها ضمن ما سمي بقواعد الاشتباك على الرغم من الضربات الاسرائيلية الموجعة التي كانت توجه للحزب هذه السيمفونية كان يعزفها الطرفان على مدى اشهر لكن احداثا وتواريخ تدخلت لتكسر وتخترق قواعد الاشتباك وتخرج اللحن عن مساره ليعم النشاز السابع عشر والثامن عشر من ايلول في مشاهد تثير الدهشة والصدمة تنفجر اجهزة البيجر بايدي عناصر حزب الله لتؤدي لمقتل العشرات واصابة الالاف منهم السابع والعشرون من الشهر نفسه يقتل الامين العام للحزب حسن نصر الله مع مجموعة من قيادات الصف الاول بدربة اسرائيلية على الضاحية هذه التواريخ والاحداث ولا سيما اغتيال نصر الله وضعت المنطقة في حالة ترقب للقادم سيما ان التصريحات بدأت تنهال من ما يسمى بمحور المقاومة وخاصة ايران ايران التي لم تنتقم بعد من مقتل رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس اسماعيل هنية في قلب طهران اضافت بندا جديدا لقائمة انتقامها الانتقام لحسن نصر الله ايام مرت والعالم يترقب الرد الانتقامي الايراني على اسرائيل التي يبدو انها كانت الوحيدة التي لم تكن تنتظر فكانت عملياتها وهجماتها على مناطق عدة في لبنان مستمرة وايضا كانت تواصل عملياتها الدقيقة في استهدف من تبقى من قيادة حزب الله الاول من اكتوبر تشرين الاول كان التاريخ الذي اختارته ايران لتنتقم من اسرائيل فوجهت مئات من الصواريخ نحوها لكن حول الخسائر والاضرار لم يكن هناك ما يذكر سوى امور بسيطة لم تكن برأي خبراء متناسبة مع اعداد وقدرات الصواريخ الايرانية وبعد الضربة الايرانية عاد الانتظار ليكون سيد الموقف لكن هذه المرة انتظار اسرائيل وردها على ايران حيث اكدت الاولى ان الرد اتا لا محالة وسيكون كبيرا وفق ما جاء على لسان وزير دفاع هايو اف جالانت الذي قال ان الرد سيكون دقيقا وفتاكا ومفاجئا التهديدات الاسرائيلية بالرد وفق رأي محللين تدور في فلك مهاجمة هدفين لا ثالث لهما منشأة النفط والنووي الايراني هذان الهدفان وان لم تعلن اسرائيل صراحة مخططاتها حولهما لكن كل المؤشرات تدل على ذلك سيما ما يصدر عن الولايات المتحدة اقرب المقربين واوثق الحلفاء حيث تتحرك واشنطن منذ تنفيذ ايران لضرباتها على حث اسرائيل لعدم ضرب تلك الاهداف الاستراتيجية حتى انها اقترحت وفق تصريحات وسائل اعلامية فرض عقوبات على طهران بدلا من ذلك هذه الاحداث والتواريخ المتسلسلة لقصة الحرب التي ما تزال تدور رحاها على الاراضي اللبنانية ونوع ما الاسرائيلية وبعد مرور نحو اسبوعين من انتظار الرد الاسرائيلي يبدو ان المشهد بات معقدا ولا يساعد على التنبؤ بما ستقول اليه المنطقة فبرأي محللين حتى لو كنا معتادين على ان ايران ترد فقط لحفظ ماء الوجه لكن اذا ما استهدفت اسرائيل للمنشآت النفطية او النووي الايراني فقد يكون رد طهران مختلفا هذه المرة قد يكون ردها كفيلا بجر المنطقة الى حرب شاملة وعلى الطرف الاخر اسرائيل ورئيس وزارائها بن يمين نتنياهو يرى في كل ما يجري فرصة ذهبية لتحقيق مخططاته الاقليمية في المنطقة مخططات لن يكون مصير عدة دول عربية خارجها ترجمة نانسي قنقر